إِنَّ هَذَا الْفُرْهَا زَيَمَنَ بِي جِزَّتِهِ أَفْوَرَهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالصَّالِحَانِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَقًا كَبِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته القرآن هو حبل الله المتين وطريقته المثلى لا يخلق على الأزمنة ولا يغث على الألسنة لأنه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان والحجة على كل إنسان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل الحكيم الحميد ولأن القرآن كلام الخالق الذي هو فوق كل مخلوق فيه من البيان والبلاغة والفصاحة ما يعجز كل ذي لب سنحاول من خلال حلقات هذا البرنامج الذي أسميناه أريج التدبر أن نقارب بعضا من وجوه الإعجاز اللغوي في النصوص القرآنية والتي سنتداولها مع ضيفنا في هذا البرنامج المؤلف والباحث والكاتب العميد الأستاذ الدكتور محمد فريد عبد الله دكتور أهلا وسهلا بك أهلا بكم دكتورنا بداية يعني نهنئكم بحلول شهر نظام المبارك أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبرك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى المختار وآله الأطهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأثن السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى قمر العشيرة أبي فضل العباس وعلى الحوراء زينب أسمحوا لي أن أتوجه إليكم اتداءاً وإلى جمهور هذه القناة المباركة مجموعة قناة الكربلائية بالتهاني وأصدق التبركات بحلول هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر الخير والبركة سائلاً المولى العزيز القدير أن يصبغ علينا شأبيب رحمته وبركاته ويرفع عنا العذاب ويشفي كل مريد ويرحم كل فقيد من موتانا وموت جميع المؤمنين وأيضاً أستغل هذه السانحة الطيبة لأتوجه إلى قناتكم الكريمة لمناسبة انطلاقها في رحابة هذا الفضاء الواسع بالتبركات متمنياً لها الدوام والاستمرار بالنجاح المؤذر إن شاء الله وأهلاً وسهلاً بكم وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير دكتورنا العزيز دكتورنا خلينا هيك نبدأ بمقدمة معروفة أن القرآن هو كتاب سماوي معجز أين وكيف طبعاً لا نستطيع أن نحصي هذا الموضوع بشكل عام ولكن هيك بإطلاله أين وكيف تتجلى مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم هذا موضوع له أبعاده الكثيرة والعميقة ذات الأغوار والأفاق المتسعة وقد خاض فيها كل دي لب منذ أن نزلت هذه الرسالة على قلب النبي المصطفى وتداركتها الأسماء أو بلغت الأسماء إلى يومنا هذا لتعدد فنون القول والرأي والبلاغة والإعجاز والتعبير والنسق وكل ما يقال في التعبير باللغة العربية أو بالتواصل بهذا المضمار اللفظي الكلامي الذي تآلفنا عليه وتآلف عليه من كان قبلنا ومن يأتي بعدنا فكانت هذه الرسالة رسالة معروفة بأنها رسالة إعجازية لأن الله سبحانه وتعالى شاءها أن تكون معجزة توجه بها للتأكيد على أن هذه الرسالة هي من السماء من وحي السماء وليست من نبات الفكر الإنساني ولا من شأنياته لأنهم إن استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فهو من سنخيتهم ومن نبات فكرهم فسنو نزل باللغة اللي هن يتقنوها وإن عاجزوا فعليهم أن يؤمنوا بالواحد القهار الذي أنزل هذه الرسالة على قلب المصطفى المختار نعم أما تعدد الأنوان فيها فهي متعددة تعدد الصياغة تعدد المضمون الموضوع الجهة الحادثة الخطاب الداعي لهذا الأمر ما يسمى بالأسباب أو ما يسمى بالتشريع أو ما يسمى بالقصص لكل لون من هذه الألوان شأن خاص به يقتضي خطابا معينا له إيقاعه وله توجيهه وله مضمونه وله ألفاظه التي تدل عليه تحتاج إلى دراسات كثيرة لذلك هذا الموضوع الذي تتفضل بطرحه هو من الموضوعات التي عمل بها العاملون المفكرون المتدبرون منذ أن مسكوا اقتطاعوا أن يمسكوا بالقلم ويدبروا هذا النص نحن هكي خلينا نحط المشاهدة شوي بموضوع البرمانج عشان هيك عم ندردش بهذا الموضوع نحن إذا نظرنا إلى لفظة القرآن بالابتداء بتسمية القرآن لماذا سمي بالقرآن لأنه من قرأة ما معنى قرأة قالوا اقرأ قال ولاذا أقرأ اقرأ وربك الأكرم ماذا تقرأ هل تقرأ بمعنى أنك تأخذك صحفا أو كتابا أو غير ذلك وتتبصر به وتقرأه كلا هذا ليس هذا القراءة هنا هي التفكر في هذا الوجود نعم لذلك قال اقرأ اقرأ باسم ربك الأكرم الذي خلق إذن تدبر هذا عمل تدبر القراءة هنا في مضمونها الحقيقي هي التدبر لذلك نحن عندما نترسم ما نكتبه أو ما يكتب لنا نحن نتدبر هذه الحروف المطبوعة أو المخطوطة أمامنا في أوراق وصحف كما يتدبر الأنبياء والمرسلون ويتدبر الأصفياء ويتدبر العاقلون يتدبر آيات الله في متسع خلقهم إذن هذا القرآن جاء للتدبر أفلا يتدبرون القرآن إذن هذا المعنى هو معنى توجيهي تأديبي تحريضي كل ما شئت فيه من أجل أن نتدبر ما فيه من مخطوط حتى نعقل الآيات البينات في هذا الفضاء الرحب الذي نحن نعيز فيه إذن هذه الآيات الموجودة في الأفاق وفي أنفسنا وفي أنفسنا إذن في أنفسنا كيف نقرأها إذا كانت القراءة هي عمل بالنظر كما نمارس في مدارسنا وفي معاهدنا إذن الأصل في القراءة هي عمل التدبر والتفكر وهذا ما جاء الكتاب المقدس من العنوان ليقول لنا أعقلوا وتدبروا وتفكروا هذا هو شرع الله وهذا أمر الله فانظروا فيه لتنجوا في آخرتكم وتدخلوا دار السلام بعدما أن تحوزوا الرضا والحبور إن شاء الله من خلال حلقات البرنامج سنبين بعض نتائج التدبر في القرآن الكريم لكن أود أن أسأل ما هو الفرق بين معجزة القرآن الكريم وسائر معجزات الأنبياء يعني كل نبي كان لديه معجزة ماذا يميز معجزة القرآن نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نعم نقف عند معجزات خاصة بكل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه قل العظم وصلى الله على محمد وآله اللهم صلى الله عليه وآله وبما أن القرآن الكريم احتوى بقصصه وبنظرة الاعتبار سائر معجزات الأنبياء نعم إذن تلك المعجزات هذا في الرأي الأول تلك المعجزات هي معجزات محدودة موسومة بطابع خاص حددها حددت حددت بالإطار الزمني والجموعة يعني مقيدة بزمان ومكان بينما القرآن الكريم أشار إلينا بل بيّن لنا أنماط تلك المعجزات التي اختص بها الأنبياء من قبل وجاءت إضافات كثيرة في القرآن الكريم لتقول لنا هذه معجزة الإسلام على يدي محمد بن عبد الله النبي المصطفى معجزة الخالد نعم الجامعة نعم المعجزة الجامعة لأن أي معجزة وردت في الديانات من قبل أو عند المرسلين من قبل ولا يستطيع النبي محمد أن يأتي بمثلها فهو نبي غير خاتم فهو نبي مقصر عن سواه لأن الأول سبقه في ناحية أو امتاز عنه في ناحية وهذا النبي الخاتم لا يستطيع أن يأتي بما جاء به الأول جميل جميل وبما أنه هو الخاتم وهي الرسالة الجامعة والإعجاز هنا بأنها جامعة لما سبق من سنن الأولين وجاءت جامعة ومحتوية على كل ما جاءت بها التشريعات السابقة لتكون هي ديانة الوحيدة لأن الدين عند الله الإسلام وما تبقى هي شرع الإسلام إذن أو أخذنا أي نبي من الأنبياء من حال الطفان عند النبي نوح وجاء يا 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 أرض بلعي ويا سماء أقلعي نعم طيب وغيظا نعم ونحن إذا نظرنا إلى هذا إذا يحتاج إلى تفصيلات كثيرة هذا بإشارات دكتور يعني 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 بخطاب بخطاب واحد موجه يا سماء أقلعي كيف تقلع السماء انجلت بالأمر كوني فكانت انجلت وتوارت الغيوم وتوارت مطلعة ويا سماء إبلعي ماءك يا أرض بلعي يا أرض بلعي ماءك عفوا بلعي ماءك ولم يقل شربي ماءك ولم يقل انطصي ماءك قال بلعي والبلع من صفات آدمية صحيح والبلع يكون مرة واحد أنت تبلع اللقمة تبلعها مرة واحد تنزلها مباسرة مرة واحد فالأمر جاء بلعي ماءك يعني لحظة واحد مرة واحد ابتلعت الأرض ما عليها من مياه وإن كانت على مستوى المعمورة أو على مستوى منطقة معينة كان فيها النبي وهذا فيه جدل وفيه أراء إذن الأمر هنا الأمر الإعجازي أنها جاءت بهذه الصيغة والأرض وهي ترسمت رسوم العاقلي أنها لبت أو استجابت للدواء للدواء وإطاعت وبلعت بلعت أين جهازها الهضمي البلع هو يأتي من جهاز هضمي إذن نحن لا نعقل أسرار هذه الأرض التي نحن عليها كما لا نعقل أسرار السماء التي هي فوق يعني هون صارت تعبير عن المعجز معجز هنا بتعبير معجز نعم نعم تعبيرات هي دلالة على أن منظومة الخلق واحدة لها تشابه وتماثل في حركاتها وفي أدواتها نحن لا نعرفها القرآن الكريم أشار إلينا بلطائف دلالاته وألفاظه إلى هذه اللطائف المكنونة في الكتاب المعجب المعجز إذن هذه واحدة طيب ننتقل على ما هي المعجزات الأخرى عند المعجزة نبي موسى معجز النبي إبراهيم نلاحظ أن عند كل نبي نبي عيسى نعم نعم نلاحظ أن المعجزات كانت معدودة على الأصابع وتجاوز ومحدودة بإطار نعم وتجاوز عند النبي موسى تسع آية واضح طيب عند النبي محمد إذا جئنا لنعصي هذه المعجزات فهي لا تنتهي إلى يوم القيامة قائمة وموجودة فينا إلى يوم القيامة ويكفي بنا أن نقف عند حدود عجزنا عن فهم آية من هذه الآيات البينات في القرآن الحكيم جميل دكتور يعني أفضت علينا بهذه المعلومات القيمة والجميلة خلينا ننتقل لنربط هذا البرمانج بشهر رمضان المبارك وخلينا هيك بعيدا عن تعريفات التقليدين لنعرفها عن شهر رمضان ما هي دلالات شهر رمضان المبارك وما هي خصوصية هذا الشهر العظيم شهر رمضان قيل فيه الكثير قيل أنه من الحر نسبة إلى حر الحجارة الصحارة حر الهجير والصائم لشدة الحر في جوفه من حر من الرمض نعم من الرمض نعم فسمي برمضان سمي على وزن فعلان وأنا أذهب إلى وزن فعلان من الرمض الذي يدل على الاضطراب رمضان فعلان الغليان سريان يدل على الاضطراب في الحركة والصائم يتقلب في أثناء صومه بخلجاته كما يضطرب الماء على صفحة الهواء جميل فهذه المقاربة بين الاشتهار من الاشتهار مدة شهر معدود وبحالة تقلق أو الاضطراب النفس بلواعج لأنه يعيش حالة الصراع المستمر طيلة هذا الشهر ما بين نزواته وشهواته وبين إيمانه وتسليمه لربه بهذه لماذا يقال أن رمضان من أسماء الله نعم لسه يقال أن رمضان من أسماء الله لأنه شهر الله قيل أنه شهر الله فينسب كل شيء مقطوع لله جهر عبادي يقطع ينسب إلى الله سبحانه وتعالى يعني من هو من الصفات صفات الله حسن هو الله وسائر صفات أو الأسماء هي صفات وشهر رمضان أو رمضان ينسب من على هذا الحكيم هناك في كراهب قول رمضان نعم نعم لأنه مستحب أن يقال شهر رمضان نعم على تركيب على الإضافة رغم أنه شهر نكرة ولكنه عرف بالإضافة نعم دكتور يعني خلينا شوية نتحدث عن بعض الآيات القرآنية اللي إلى علاقة مباشرة بشهر رمضان المبارك ونحاول نفككها لغويا ونبين بعض اللطائف الموجودة فيها لأن الآيات اللي هي من الآيات 183 إلى الآيات 186 من سورة البقرة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عفوا وهي الآيات 183 من سورة البقرة ليش هون قال كتب يعني بمعنى فرضة بمعنى ليش ما قال كلمة أخرى مثلا بهذا المدمار سؤال لطيف نعم هو قبل الإجابة عليه هناك مفتاح مفتاح في الآية بالنداء العام المطلق يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذن هنا خصوصية نداء الله سبحانه وتعالى ينادي على أتباعه على جماعته وليس وليس نداءا مطلقا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمن آمنوا بمن يصدق بما ينادي به المنادي يستجيبون لندائه لبيك اللهم لبي نداء من الله تلبية إلى الله سبحانه وتعالى نعم قال كتب عليكم كما كتب ما معنى كتب معنى فرضة قد يكون قد يكون أوجب عليكم نعم قد يكون أملي عليكم قطعنا لكم أمرناكم بكذا ولكن كتب هذا أمر مزبور يعني ثابت كأنك نقشت في حجر قبل التقيق نعم وأنت عندما تكتب قولا على صحيفة فيبقى دائم فيه ثابت إلا أن يتأثر بمؤثر يمحوه فهذا هذه الكتابة لا يمحوها ماحل إلا الذي كتبها من الذي كتبها خالق الكتابة ولكن جاء بأمر ملافت قال كما كتب على الذين من قبلكم يعني كما وجود على الذين قبل نعم لماذا لم يقل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب وانتهى خلص تغير الآن هو في علم الله هذا قرار ثابت في علم الله من يعبدني من يؤمن بي عليه أن يصفون ومن ولو عدنا إلى الأمم التي سبقت الإسلام لرأينا ما لديهم من أمر إلهي يقول كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لأن هذه الكتابة لم تكن على أرض الوجود فحسم إنما هذا في علم الله هذه الكتابة محفورة ثابتة واضحة يعني راسقة في اللوح المحفورة منذ أن خلق الله الخلق ودبر هذا الكون واختص مرسلين لخلقه فكتب عليهم كتب بعلمه وليس بعلمه حتى هيك سمعيا وفي نفس أجمل كلمة كتب ونحن حتى نفهم المسألة لطيفة أن ننظر إلى معاني الحروف عند علي بن أبي طالب وليس في اللغة من الله على علي يقول علي معنى كتب الكاف بكل حرف معنى نعم معنى الكاف أن أن المرء يكون على خصومة فليتصبق في الخصومة إما أن تهلك وإما أن تهلك فليتصدق حتى ينجو مما هو فيه زمي نعم التاء هو في ضيق هو في ضيق ويمكن أن يخرج منه يمكن أن يخرج منه إذا تصدق مرتبط بالكاف نعم والباء الباء هو في نعمة دائمة لاحظ إذا أخذنا المجتمع الجاهلي أو مجتمع أي نبي من الأنبياء فرضت فيه فريضة الصياء نرى الشحناء والبغضاء والخصومات التي كانت قائمة بين المجتمعات وبين المؤمنين بين المؤمنين ومجتمعات فهم كانوا على خصوم وهم في ضائقة ثم صاروا في نعمة لم يخرجوا منها ولذلك كتب فجاء بلفظة كتب لأن هذا القرار إلهي اختص به المؤمنون من دون غيره والسلام على أمير المؤمنين إذن نحن تنفهم هذا بكل بساطة بلطافة لماذا لم يأتي بفرضة ويأتي بوجبة أو أوجبة جاء بما يعبر عن واقع المؤمنين الذين خرجوا من شحناء أنفسهم من خصومة خصومة مع أنفسهم أولاً لأن هذا الذي عرض عليه الإيمان أو عرض عليه الإسلام في الوهلة الأولى عاش أزمة صراع بين واقعه والواقع الجديد الذي يعرض عليه جاءت هذه اللفظة وكيف شخص في الصحراء في هذا المناخ الحار يفرض عليه الصيام قرابة سبعة ساعة أو أكثر أو أقدم وعن يتقبل هذا وهو لا يجد قوت نفسه بالأصل حتى الحرارة المتافعة أو طول النهار ولو أخذنا هذا المعنى اللفظي للقرور لو أخذنا هذا المعنى لمعنى الحالة الاجتماعية التي يعيشها الشخص بنفسه نرى هذا التعبير أو هذا المعنى يصدق على المؤمنين في تلك المزمنة كما يصدق الآن علينا صحيح يود دكتور لكن نتناول بقية الآيات من سورة البقرة المتعلقة بشهر رمضان إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا جزيلا لكم على هذه الإطلالة الطيبة أهلا لحميد الأستاذ الدكتور محمد فريد عبد الله شكرا جزيلا لكم أهلا لحميد الشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على حسن المتابعة على أمل إن شاء الله أن نلتقي في حلقة جديدة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة